الدعوة التي أطلقها الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لمعارضيه للجلوس للحوار والتوافق لإعداد دستور جديد للبلاد أثارت ردود فعل متباينة وسط أحزاب المعارضة والمسلحين على السواق ففي الوقت الذي أعلن فيه تحالف المعارضة المعروف بقوى الإجماع الوطني والذي يضم حوالي عشرين حزبا ترحيبه بالخطوة وضع شروطا محددة للحوار أهمها إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإلغاء قانون الطواري وإطلاق كافة السجناء المحكومين لأسباب سياسية كما يقول إسماعيل حسين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن عبدالل الترابي أول حاجة كفالة الحريات للجميع حرية التعبير عن الرأي حرية التنظيم حرية المخاطبات الجماهرية وفقا أن نقول في الساحات العامة أما على السيد القيادي في الحزب الاتحادي الديمغراطي بزعامة محمد عثمان المرغني فيرى أن الخطوة رغم أهميتها لكنها تبدو ناقصة أتمنى أيضا أن يتحدث عن إطلاق الحريات العامة وإطلاق حرية الصحافة وعدم المساس بها وإطلاق الصحف التي ما زلت مغلغة والمراكز البحسية والجمعيات الوطنية التي صدر بشأنها إقافة وإذا ذلك يرى حامل السلاح في دارفور أن الوضع الطبيعي للحوار الوطني يتم بعد إسقاط النظام وليس في ظله وكنفه فيما تشكك القيادية في حزب الأمة المعارض مريم الصادق المهدي من نوايا حزب المؤتمر الوطني الحاكم وتقول إن الدعوة لا تعد كونها مناورة سياسية تجيء في ظل تزايد الضغوط على حكومة البشير في السودان أزمة أزمة نتيجة فشل في السياسات أفضت إلى وضع سياسي خطير التداول فيه عن طريق السلاح أفضت إلى وضع اقتصادي خطير الفقر الناس أقل من حد الأدنى للأجوء للفقر هم حوالي نصف السكان وضع خطير من حروب تأتي هذه الخطوة في هذا السياق وفي سياق من الضغط الإقليمي المعلوم جدا خاصة في إطار العلاقة مع الجنوب وتداعيات هذا الأمر عقبات مختلفة تحول دون إيجاد حلول شاملة للأزمة في السودان ومواقف تبدو متباعدة بين أطراف الصراع رغم حوجة البلاد الماسة لإقرار دستور جديد بعد انفصال الجنوب عن الشمال إسلام عبد الرحمن الخرطوم مونتي كارل الدولية